قريب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على النبي الممجد الذي تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي الكراشي العربي المكي اللهم صلاة وسلام يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين اللهم بحق شهر ربيع الأنور وذكرى مولد النبي الأعطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعبادي اللهم آمين وبعض مشاهدي الكرام في كل أنحاء الدنى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قولوا آمين بادي ذي بد يعني اسمحوا لي أن أطلب منكم الدعاء لكل إنسان مريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى شفاء لا يغادر سقمة وتخصون بالدعاء مخرج البرنامج الجميل أستاذ أحمد داغر أسأل الله العلي القدير أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمة وأن يعيده إلينا سالما غانما معافى من كل سوء وشر ومكروه وأن يجعل ألمه في ميزان حسنة توقفنا في اللقاء الماضي عند العدة وقبل العدة خلينا هني كل العالم كله بمولد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبشهر ربيع الأنور اللي احنا النهاردة عايشين أول أيامه وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية فتحية إلى العالم بميلاد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان نورا للعالم نورا لأعدائه قبل أحبابه صلى الله على حضرته وقفين عند العدة وكل واحدة النهاردة وكل واحد طبعا يركز معي كويس ركزوا معي لأن النهاردة الحلقة محتاجة ناس يعني لازم تحفظ وتفهم ركزوا معي شوي الأعدة مأخوذة من العدد والحساب لأن لها عدد إيه هي الأعدة؟ المدة اللي حددها الشرع بعد الفراق أي أن كان الفراق طلاق أو موت ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي ليه؟ طبعا علماءنا يقولوا علشان براءة الرحم والحفاظ على الأنساب فيطلعون الجماعة النهاردة بتقول القلم دخل في كل شيء يقول لك أيوة طبعا تروح تعمل صنار سلاسيتي لأبعد وتقول لك أن الرحم تمام وتتجاوز لا عندنا معنى تاني ربما لا يعرفه من يعترف بالمادة ولا يعرف المشاعر الإسلام برعيه اسمه تعظيم خاطر الزوج والزوجة ورفع قدره وإظهار شرفه واحدة متطلقة مبارح تيجي تجاوزها النهاردة لسه قلبها مكسور ولسه عقلها مشغول فالإسلام بيديها فرصة تستبرئ رحمها وتسترجع ما فات منها وكذلك الزوج الكلام مش على الزوجة بس الكلام عن الاثنين طيب وحدة زوجها مات فلابد وأن تظهر شرف الزواج في فترة الإسلام حددها علشان يدي فرصة لواحد فيهم ساعة الطلاء يفوق ويرجع ويندم لعله يراجع نفسه واللي مات زوجها تعرف قيمة الزواج وتعرف النعمة اللي هي كانت فيها وبعد كده ييجي الاحتياط لحق الولد أو لحق الرحم كما نقول فهمنا كده أن أسباب الزواج إما الوفاة وإما الطلاق في الحالة اللي فاتت قلنا الطلاق خلي بالكم أن الأدة 62 يوم لأنها 3 دورات ماهيش 3 شهور 3 شهور دي الحالات مخصوصة قلناها قلنا المين قلنا للست اللي كبرت قوي فما عادتش تحيد أو البنت الصغيرة قوي اللي ما عادتش تحيد ماشي كده وما يفهمش من كلامي أن الشيخ بيبيح زواج القاصرات لا أنا بقول لك الدين لكن أنا مليش علاقة بما يحدث لكن أنا بقول إذا بتولي أحد من هذا هتبقى العدة إزاي جوزوا بنت وده غلط تحت السن وما كانتش لسه بطحيد يبقى نعمل إيه وطلقت نعمل إيه أنا بقول كده عشان بس الناس تفهم كويس قوي خلاص قبل ما خش برضك على قصة العدة وإحنا بنتكلم على المفارقة خدوا بالكم وده كلام بقولوا لكل أب وبقولوا لكل أم لما تحصل للمفارقة بلاش نقس الطرفين يعني إيه حضرتك خدت الولاد بلاش أقول لهم أبوكم مات وبلاش أقول لهم أبوكم سيء وأبوكم كان فيه عبر الدنيا ونفس الأمر حضرتك لو خدت ولادك بلاش عارف ليه لأنك لما بتحرم أم من ولادها أو لما بتحرمي أب من ولاده حرام على الحارم رائحة الجنة يوم القيامة اوعد تفتكروا أنه أنتو بتعملوا حاجة حلوة في دنياكم أنا بقول لكم الكلام ده لأن القلب يعتصر ألما خدوا بالكم الناس مما ينشر في الإعلام بيخافوا بيترعبوا الناس من اللي عادوا بيسمعوا بيترعبوا هقول لكم على حاجة وإن كان ما ينفعش تقال على أولاكم ولكن أسأل الله أن يطيل عمر أبي وأن يحسن عمله أبويا ربنا يدله العمر والصحة آخر مرة رحت له فقال لي كلمة عجيبة قوي قال لي أنا عنت بسيبي الباب مفتوح علشان لو موت تيجي تفتح الباب على طول علشان أنا بسمع الناس اللي ريحتها بتطلع ومحدش بيسأل عليها مش معنى كده أنا بسألش على أبويا أنا كل يوم عندي لكن أنا بقول لك الناس بدأت قديتي ترعب وبقول لك الكلام ده لإنه سمع عن واحد اطلقت زوجته وخادت عياله والراجل فضل ميت ثلاثة أيام محدش عارف عنه شيء لحد ما الجران هم اللي سمعوا وولاده معاه في نفس الأمارة خلي بالكم متخيلين أنتوا الأسل اللي بقوله لكم قديت وحدة تاني والله عندنا في الشارع بأقسم بالله ماتت في نفس الأمارة أولادها أقسم بالله ظلت ثلاثة أيام لما الشمس أكلت جتتها ولا غسلوها ولا كفنوها لا عملوا أي شيء وشلوها طبعا في الحالة دي احنا بنقول اللي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه خدوا بالكم بفعل ده يأثم من علم ولو علمت الأمة كلها أثمت الأمة كلها لكن المقصود بالإسم من علم يعني علم أفراد عيلته عيلته تأثم علمت العمارة العمارة تأثم علم الشارع الشارع يأثم أنا بقول كده خلي بالكم لما الأمة تأثم يعني لو الأمة كلها علمت لكن الناس اللي ما علمتش هي زنباء لكن أنا بقول لكم الأسى قد إيه لما يكون الولاد معنا في العمارة وما يعرفوش عن الأم شيء ولا الأب شيء فمش معنى الفراء يا جماعة ده ربنا بيقول في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم تخيل والله أنا بسأل واحد الأسبوع اللي فات بقوله وأبوه ساكن معاه في نفس الشارع بس مخصمه بقوله يا فلان يعني أنت ما قدتش على أبوك كده وسلمت عليه مش هتعد عليه في المولد النبي أقسم لي بالله العظيم بقال له سنة ونص ما شاف أبوه بقسم بالله بقال له سنة ونص ما شاف أبوه وابوه ساكن معاه في نفس الشارع شفت المصيبة قد إيه شفت الجهد قد إيه شفت لما ربنا تكلم في القرآن ثم قسك قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وبعدين القرآن قال للحجارة مظلومة كمان أو أشد فبالله عليكم مش معنى الطلاق معنى هدم كل الأسر لأب يسأل على أولاده ولأم تسأل على أولادها ولا يعرفوا أرارهم بالله عليكم الرحمة فين؟ بماذا تنزع الرحمة؟ أنتو الأمر موفقش لحد كده عدوا إلى كتاب الله خلينا أرجع لموضوعنا بسرعة طيب عندنا إيه؟ المطلقة قلنا إيه؟ سلاسة قروه طيب وبعدين وقلنا اللي اللي ما بتحطش دي لها حكم تاني زي القرآن الكريم طيب وبعدين بقى طيب واللي ماتت زوجها اللي مات زوجها أربعة أشهر وعشرة خلاص كده؟ طيب بكز معي طيب والحامل وضع حملها يبقى المطلقة ثلاثة قروه اللي بتحيط اللي ما بتحيطش ثلاث شهور الحامل عدتها وضع حملها خلي بالك والمتوفى عنها زوجها كام؟ أربعة أشهر وعشرة إمتى العدة تبتدئ؟ من وقت حصول المفارقة فورا بنبدأ نعد مات النهاردة يبقى من بكرة العدة ماتت ماتت طليقة النهاردة من بكرة نحسب العدة صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب اللي بيلزم الإنسان المعتدة دي إيه اللي بيلزم يحرم عليها الزواج؟ ما ينفعش تجوز هو في العدة طيب وبعدين يحرم عليها الزينة لغير زوجها إذا كانت مطلقة طيب إذا كانت معتدة من وفاة لا ينفع زينة ولا ينفع كح ولا يلفع ملابس فرح ولا ينفع تخرج من بيتها إلا للضرورة لكن لازم أقف هنا خدوا بالكم واحدة عندها سبعين سنة وبتكلم الناس اللي بتفهم بتكلم الناس اللي بتعقل دي الربنا مش جاي يشقه عن ناس دي الربنا مش جاي يعصر حياة الناس دي الربنا مش جاي يخرج الناس من هدومها واحدة تتصلت لي يا عم الشيخ أنا اتصلت بفلاني الفلاني وبعدين قلت له جوزي مات وبعدين أنا مش قادر أعد واحد أنا ست مريضة عندي سبعين سنة تمانين سنة ولادي كل واحد في بيته ينفع روح أبات عندي لا لا يا جوز ملعونة يا عمي الله يرديك الإسلام لازم نفهمه أولاها روحي واحدة بتقولك سبعين سنة هل ينظر إلى مثلها هل يرجى منها الزواج أو يرجى منها أن ينظر إليها يا أخي ركز وبعدين بتقولك مش هعيش لوحدة هعيش لوحدة أموت أنا ست مريضة فضلا عن الحزن الذي توارث عليها طب أنا عايزة أخرج أقدم صلحي عايزة أعمل ورق عايزة عايزة يبقى الخروج للضرورة والضرورة تقدر بقدرها واحدة موظفة لو قعدت أربع شهر وعشر في البيت هيفصلوها يا حبيبي يبقى تعمل إيه هتنزل شغلها بالضوابط الشرعية لا هتلبس لباس فرح نعم لا تلبس لا تلبس فلا يباس فرح ولا هتفعل شيء خالص من هذه الأمور التي قد تسير الإعجاب لكن لو ست من اللي هي خلاص بقى القواعد من النساء يبقى لا حرج عليها ولكن وفق الضوابط تقريبا بيقولولي فاصل لأننا مستامع فتعالوا نروح لفاصل نصلي فيه على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نعود لحضراتكم لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيمن رجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم وتسليمه الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيم يا جوزيف سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إزايك يا حبيبي عامل ايه؟ الله يخليك يا دكتور هل وفيت؟ هل وفيت؟ وفيت طبعا طيب خلاص يا باندم كل سنة كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة اكتوبر وانت سلات اكتوبر وكل سنة وانت طيبين يا رب بالمناسبة المولد النبي والشريف شكرا يا جوزيف ونتعلم من حياة دي كلها إن احنا نكون مع بعض نكون ايد واحدة ودائما إن شاء الله يا رب ايد واحدة ودائما مع بعض تسلم يا جوزيف ربنا يحمي مصر بشعبها ويحمي مصر بأهلها ويحميكم ويحفظ عليكم ربنا يخليك يا دكتور أنا بقى اسمحلي بقى نقولي اللي حصل بس مش اطول عليك عشان لا براحتك خلاص؟ طيب شكرا يا جوزيف شكرا يا جوزيف لحظة بقى سيلي عن مصلاح جوزيف أنا كنت رايح مشوار وبعدين دخلت اركن في الجراش فلما ركنت في الجراش لما رجعت أخذ العربية ما لقيتش المفتاح فياخوانا فين المفتاح قالوا لما تقول أنا مكنتش معمم يعني ماشي بالجلبية انت ما تقول انت الشيخ محمد أوبكري قلت له مقابل الله الشيخ محمد قال لي أتصور معاك قلت له قابل على رأس فلاقيته بيقرب ويبعد فقال لي بس خلي بالك أنا مسيح واسمه جوزيف بس والله ما ففوت لك حلقة لا اتنين ولا جمعة وربك دوما يقولوا اني قريب قلت له لا ده كده بقى مش انت اللي تتصور أنا لا أخذك سيلفي على طول العجيب ان كل أهل الجراش كلهم إخوانا في الوطن مسيحيين معادة واحد اسمه محمد والعجيب ان الكل يتابع برنامج اني قريب فيها رسالة أنا طبعا هو طلب مني يخش على هو طوله حاضر وعد وكان مهم جدا ان أنا أقول التلفوند على الهوى وأوفي بوعدي لسبب ان الدين الوسط المعتدل يعني يخترق القلوب والأسماع بغض النظر عن مذاهب الناس ودينهم وعقيدتهم المحبة اللي أنا شفتها في عيونهم تنبئ أن الدين للديان جنل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام سيب الدين لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى وتعامل بالأخلاق ولو انت عالب من علماء الدين انشر وسطية الإسلام وسماحة الإسلام كما هم ينشرون وسطية دينهم وسماحتهم كل واحد فينا والتطرف موجود في كل مذهب وفي كل دين وفي كل مدلة بقولي الكلام ده ليه علشان خدوا بالكم التطرف لن يجد بابا في مصر أيًا كان أقول لأعداء الداخل والخارج لن تستطيعوا أن تنفذوا إلينا من هذا الباب حمى الله مصر بأهلها حمى الله مصر بأزهرها حمى الله مصر بكنائسها وأقول لكم على حاجة بالمناسبة أول كنيسة بنية في مصر كانت من بيت مال المسلمين وكانت بإشراف سيدنا عمر ابن العاص ردوان الله عليه وكانت بأمر عمر ابن الخطاب ردوان الله عليه وأرضها ما بقولش الكلام ده تملك إنما بقول لكم علشان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في القرآن اتكلم لو لا دفع الله للناس لهدمت صوامع وبيع وصلوات ربنا سبحانه وتعالى أرضف وقرن بين كل البيوت التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى نرجع تاني للمتوفى عنها زوجها الجمهور قال إن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية حتى وإن مات الزوج وهي بره ترجع وأنا لسه إيه لك الكلام ده طيب وبعدين فريق تاني قال لا تعتد في أي مكان طيب إحنا بنعمل إيه بنلتزم برأي الجمهور إلا إذا كانت فيه ضرورة زي ما أنا أقل لك من شوية ست مريضة ست كبيرة السن مفيش مشكلة خالص والضرورة تقدر بقدرها لكن إذا كانت صغيرة يخشى عليها الفتنة وكانت فيه مأمن ما تسيبها ليش في حتة مقطوعة ما تسيبها ليش وهي لوحديها تقعد لوحديها ما تسيبها ليش وقالها صغيرة والدنيا كلها عرفت إن أولادة روحوا بقعدوا معاها ليه؟ آه علشان يكون فيه أمان وفيه اطمئنان يقول لها معلش هذا قضاء الله ست محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ست محمد سؤالك أولا يا شيخ ربنا يجزيك خير على العلم اللي بتقدم هنا يرديك وربنا يقويك على الأمانة اللي أنت شايلها ربنا يرديك يا رب ورزقك فرحة تدوم تفضلي أمين يا رب بالله عليك تدعي وأنا طلبا من حضرتك طلب بس ورجع عيني إنك توصل صوتي لوزير الخارجية يعني أنا تركت كل الأبواب ومش عارفة أوصل أنا زوجي بقاله سنة وسبعة شهور في مستشفى في المفتس السعودية ومش عارفة أنزله طيب طيب فللأتف نعم فضلي فهو مصاب بجلطة وجزء اليمين ما بيتحركش وما بيتكلمش طيب فأنا بس عايز يعني عايز حضرتك توصل صوتي لوزير الخارجية حاضر حاضر يعني في مصر مسؤولين يجدون إن شاء الله يعني أو يجدوا هذا النداء عندهم قلوب واعية وآذان إن شاء الله سامعة فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصل صوت هذه المرأة لأي مسؤول يستطيع أن يمد يدها يده بالمساعدة إليها وفي مصر قلوب رحيمة كثيرة أسأل الله أن يفرج همك وأن يزيح غمك وأن يحقق أملك وأن يرد إليك زوجك سليما معافا من كل سوء وشر ومكروه ربنا يبارك فيك أمم وحمد سيدي مازين السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل حرارك سؤال في القرآن تفضل يا فاني تفضل دلوقتي حضرتك أنا بشوف أن ربنا بيكلم عن يوم القيامة وبيكلم عن نار جهنم بصغة الماضي نعم طب مع إنها لسه حاجة ما حصلتش يعني مثلا في آية يقول إيه ويعني إن جهنم كانت مرصادة وفي آية تانية يقول إيه ونفخة في السورة فكانت صرابة طيب ماشي سمام طيب فدي عايز أعرف معناها وفي حاجة تانية لحضرتك تفضل هل دلوقتي أنا دلوقتي براحتك حضرتك دلوقتي لا إله لا إله طيب شكرا يا مازن عشان غيرك ها مين معي طيب شوف يا سيدي مازن الله سبحانه وتعالى انتهى ومضى انتهى ومضى خلاص اتعامل لكن بالنسبة نحن ما حصلش لكن سيحدث وفي حق ربنا يا سيدي ما فيه الزمن ده أمر العلماء قالوا حاجة تانية قالوا صيغة الماضية عشان تشعرك بالجلال والهيبة والكمال توري قدرة الله سبحانه وتعالى على ما أعده سواء للظالمين أو للطائعين فعلشان كده ترتدع وتعودوا لرب العالمين سبحانه وتعالى قلاص كده طيب حاضر يا سيدي هدير سلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام الفضلي ازاي حضرتك وزا حيتك طيب سلامك الله من كل سوء وشر ونو مكروه انت بالصحة والسلام الفضلي دلوقتي يا حضرة الشيخ انا حلفت على كتاب الله على زنبه معين ان انا ما عملهوش تمام وبعدين ارتكبته وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه طيب حاضر 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 وبعد دي ايه ما حضرتك انا محتاج رقم تليفون حاضرتك ضرور ارجع للكنترول ست مونة تديك رقم التليفون حالك طيب يا هدير اسأل الله ان يتوب علي وعليك وعلى عصات المسلمين كلهم ويا جماعة بلاش نجبر انفسنا بالحلفان الكلام ده الناس كتير او بتعملوا بتحلف وتعاهد ربنا ماشي بس اخدوا بالكم كلنا عصا وكلنا مزنبون هتعمل ايه هتكفري عن يميرك باطعام عشرة مساكين واتوب إلى الله توبة نصوحة وتكسر من الاستغفار ومن بذل الحسنات لان ربنا قال كده في القرآن ان الحسنات يذهبنا السيئات خلاص طيب خلصنا احنا كده العدة وخلصنا احكامها طيب نروح لموضوع الرجعة الراجل لو عايز يرجع مراته يرجعها يعني ايه عم الشيخ خلي بالك يرجعها من طلاق الرجعي اللي هو دون الثلاث يعني ايه يرجعها من دون الثلاث يعني ما ينفعش يبقى محلل زي ما الاعلام الله يسامحه جابونا الراجل اللي اتجاوه 33 مرة والقنوات تهفتت على استكباله والمواقع تهفتت على استكباله والراجل بيتحدث بفخر وافتخار ونسى انه يفعل الزنا علانية ونسى انه بيكلم على 33 مرأة لوجه الله لا يا حبيبي انت عايشت 33 مرأة عاشرتهم عاشرتهن في الزنا وفي الحرام وهم الان يعيشون مع ازواجهن في الزنا وفي الحرام يعني انت عليك 33 جريمة زنا وبعدين الجرائم المتتبعة او الكاملة باعة مع الازواج حضرتها اللي بتشيلها حبيبي لان ربنا قال كده ليحملوا اوزارهم يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بوائر علم ألا ساء ما يزرون عيب على المواقع الإلكترونية اللي نشر صورة الباشا على انه بطل شعبي وتقولك وجه له كلمة حاضر هوجه له كلمة حالا اقول له انت ديوس انت تيس مستعار زي ما النابل اللي قال مش انا اقول له انت زاني بحكم القرآن والسنة انادي الدولة ان تتحرك فورا لمثل هذه الامور جرائم اخلاقية حرب على المجتمع باشاعة الفاحشة والزنة لابد وان يتحرك سيادة النائب العام فورا مثل هذا مكانه السجن مش مكانه القنوات يكرم ولا يقدم لشبابنا ولا نقدم هؤلاء النماذج الفاسدة لبيوتنا كي نهدم القيم ابدا ويجبوا له استاذ فاضل في جامعة الازهر يقول انا مستني ضرق الافتاء طب يا حبيبي ضرق الافتاء ردت عليك مبارح وقالت لك انك ملعون وانك ديوس وانك بيس هتعمل ايه التلاتة وتلاتين زوجة اللي حضرتك عشرتهن في الحرام هتتوب منهم ازاي لربنا سبحانه وتعالى هم يتوبوا ازاي ولما رجعوا الازواجهم ورجعوا في الحرام هيقولوا لربنا ايه ولو خلفوا وجابوا ولد حرام هنعمل ايه عرفتوا ليه الابن بيدرب ابوه علشان البلاو اللي احنا بنشوفها دي لان احنا ما بنتحراش في النطف كويس قوي احنا اهم حاجة كفر يا عم الشيخ وجري لا خد بالك ركز في الكلام ده يبقى الرجعة تبقى امتى هتبقى في الطلاق اللي دون السلاس ده اول شرط من شروط صحتها وبعدين الطلاق اللي بعد الدخول لان المطلقة قبل الدخول ملهاش عدة يا حبيبي اول ما انت كاتب كتابك وتفتكر نفسك برم لا ده انت اول ما تقولها انت طالب بعدين بدي ايه انا تجوزها لان ما لاش عدة لم تدخل بها ولم تخلو بها وبعدين وما يكونش الطلاق خلع ليه؟ قالوا لان الخلع ده طلاق بمقابل بقوط والخلع ان هي تردلك كل شيء اتردين عليه حديقته قال نعم قالت في طلقة تطليقة يبقى لما تيجي ترجع هات اللي خدتيه علشان ايه؟ اه علشان ارجعت خلي بالك وتقول الرجعة قبل انتهاء العدة طيب لو الطلاق راجعيه زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما يشترطش رضا الزوجة يقول لها ارجعتك معلوش شيء خلي بالك طيب ولو الطلاق بائن لازم رضاها واذنها وعقد ومهر جددين خلي بالك ركز معايا استنى علي يا سيدي صلاح شوية وربنا قال كده في القرآن وبقول لتغن احق برد ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا ويا سيدي اسمعين الله يرديك اوضت على رجلك بسها اسمعيني طلائك عند المأزون ومضى وبصم اوعي رجعك بعقد عرفي وعيب انا بقول للمواقع الالكترونية عيب عيب لما تاخدوا كلام المشايخ وتكتزئوه علشان الناس تشتم المشايخ عيب لما تاخد كلمة انت ومالك لأبيك مقولة فاسدة افسدة الدنيا الشيخ محمد عبقر بيقول لا حبيبي لا اقصد بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كنت اتبنى الرأي الذي قال بضعف الحديث انما انا اقصد الفهم السقيم الذي فهمناه لنأكل الاموال لان ربنا قال كده في القرآن وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلْ ربنا قال كده وده من جملة الاموال علماءنا لما جم حتى اللي قالوا ندى حديث صحيح او حسن قالوا انت ومالك لأبيك بشرط ان يكون الاب محتاجا فعليا لمال الابن وقال لا يؤثر ذلك على الابن اخد بالك مش الموضوع هو هات ولم لا لما تقول ان حط في بانر كده الشيخ محمد هو بكر الزواج العرف يزنع وتبدأ انه استشتم ومش عارفين بيرد على الشيخ محمد ده اللي تقادب يا حبيبي ده تزوير في دير ربنا يا حبيبي تعال بقى أنا بقول هنا هو لما حضرتك طلقتها عند المأزون ومضيته بصمت صح وعندها تلاتين سنة ولاتين وتلاتين سنة ولا خمسة وعشرين ولا زياد ولا أقل بترجعها بعرفي ليه حبيبي عند المحامل ليه حبيبي وما فيش شهود ليه حبيبي ولو فيش شهود يا حبيبي فين فين إثبات حق النسب فين إثبات حق أهلها فين شرفها وصمعتها وإرضاها فين حقوقها بعد كده ها يبقى انت بتتلاعب بدير ربنا يا سيدي لا ارجع عند المأزون يا سيدي ما تقبليش تقولك عشان مش عارف المعاش انت بتاكله حرام أيوة بتلبسي على الدولة بتاكله حرام واللي زي ده لو هو مستني ان انت تصريف عليه يبقى ما فيوش خير لأن ربنا قالينا كده المعادلة موجودة هي ما تقلبهاش الرجاله قومون على النساء بايه خلي بالك وبما أنفقوا من أموالهم يبقى الآية لما تتعكس والستات تصرف يبقى الآية اتعكسة يبقى كل على الدنيا السلام يبقى سقطت الرجولة سقطت القوامة سقط العلو احنا عندنا الفقهاء يقولوا كده ان المرأة لا يصحر أن يعلوها من هو أقل منها فما ينفعش ان حضرتك تضحب سمعتك وتضحب دينك وتضحب نسبك وتضحب شرفك وتضحب أرضك وتضحب كل وبحقوقك علشان تقولي مش عارف ايه لا هو ده بعد بنتكلم عليه لما يروح يتجوزها طالب وطالبة واتنين شهود طالبة ما هماش عارفين حاجة ولا فاهمين دنيا ها مجرد قضاء شهوة زينة يا حبيبي لما يقولها في التليفون انت زوجتي تقول وأنا زوجتك وشد الله على زينة يا حبيبي ها خلاص لكن لما تروح للجواز العرفي لما يستوفي كل الأركان والشروط وإن كنتوا أرى أنه فاقدوا لشرط الصحة بالتوسيق واحد يقول لي طب زواجي النبي صلى الله عليه وسلم آه كان عندهم زمم كان عندهم دين كان عندهم أخلاق وكان عندهم مرؤة كان الواحد فيهم يفعل البدع ولكن ما يجذبش ما ينفعش يجذب ما ينفعش ينكر نسب لكن احنا النهاردة بنبقى مضين وبصمين وننكر النسب فعلشان كده أي زوجة سمعاني دلوقتي ايوة ترجعي اذا متطلقت عند المأزون تعمل ايه ترجع عند المأزون طيب اللي متطلقة بينه وبينه هنا الرجع بقى ينفع يقول لا أرجعتك رجعت بصّلها بريضة رجعت قبلها رجعت طب يشهد على الرجعة قال يستحب اشهد يا فلان انت وفلانة او يا فلان انت وفلان انا رجعت امرأة ماشي لكن انطلقها بينه وبينها فلا بأس بذلك طيب وبعدين الدليل على كده ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمر بن الخطاب على العبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائط مره فليراجعها ماشي على ناصر لكن حسبت عليه طلقة ايوة حسبت طلقة وابن عمر قال كده حسبت علي طلقة علشان حضرتك ما تفتيش وتقول لها صلى الله تلتمائة طلقة تلاتين طلقة بس كلها كانت الحمد لله حائط لا يا حبيب حسبت عليه طلقة خلاص كده تعالوا نروح لفاصل نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع مع حكم جديد من احكام من الاحكام الزوجية فاكسروا من الصلاة على حضرته في هذا اليوم فإن صلاتنا معروضة علي فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيام الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة سيد محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك فأبنت الشيء سلمك الله من كل سوء وشر ومكروم ما عليش يا ولدي والله إحنا من الصعير من نفتر من نفتر بقى أخر الدنيا فأنا عندي مشكلة يعني دفت والله تعباني نفسيا وصحيا وكل حاجة ومريني على راس أنا الأمر اللي لا يدني أنا طبعا ستة كبيرة وطلحت على المعاش الشهر ده ماشي تمام طيب ربنا كرمي إني أنا متزوجة من يمكن أربعين سنة ما شاء الله من فئة ما اتجوزت أنا الإنسان ده أو الشخص ده وهو ما يلعلي ماله سوزة طيب طيب وأنا ربنا رزقني بالأولاد تمام فأنا طبعا أول واحدة جبتها سنة بك طيب المكان اللي أنا جوزت فيه ده ما ينصحش إني أسير بك فيه طيب وأزعل وأروش لأمي أمي يقول لي لا يا بكي ما فيش بلاج لا يا بكي مش عارفه وأرجع ثاني وهو يجيد يعني في الظلم التاعلياني إيه السؤال يا سيدة أم محمد مادياً هل أنا دلوقتي وأعملوا أوضة وعليها باب حديث فيها كل حاجة أنا معرفش عنه ولا حاجة خالص هل ده أنا أكمل عمري معاه لغاية ما ربني يفكرني وأموت ولا إيه الحل حاض أنا تعبت نفسياً حاضر يا سيدة أم محمد على راس على راس أتعب وروح معايا للدكتور يبعد بعيد وأنا أدفع البيضيس بتاعت الدكتور وكل أحد يقول لي أنا ما معيش أجب لي كمكين أنا مالي ومعاه أرض وبص وأنا ساعدته في الأرض بتاعته كانت إيجار ساعدته فيها وبيت أدي دروس أبو خمسة جنين تعارف الأرياض بتاعت الدكتور نعم أبت جنين وبعشر جنين وقل زي بعضهم حاضر روحك للأس حاضر ربنا جوري خير حاضر حاضر يا أم حاضر يا أم سيلي إسلام سلام عليكم إسلام عليكم السلام ورحمة الله فضل أم سؤالك فضل يا سيلي دعوتك لنا يا شيخ محمد أنا عندي بس والدي ما بيصليش وحاولنا نساعده بس مش عارفين والديك كلمت معاه أفكر من مرة بس مش عارفين فأنا عايد أساعده إنه يصلي وفي نفس الوقت مجرحهوش بس طيب حاضر حاضر يا إسلام حاضر سيلي صلاح ممكن أستأذنك توقف تليفونات يعني لو تكرمت لو تكرمت الله يرديك يبارك فيك يعني أوف لي تليفونات بقى كده عشان نلحق نجاوب في الوقت البسيط ده أختنا أمم محمد الكلام مش لمم محمد الكلام لأي زوجة لسه أنا أقيل من شوية قوام الزوجية الإنفاق علشان كده بقول لي زوجة كل زوجة سمعاني دلوقتي إذا ربنا رزقك بزوج ينفق عليك ويوفر لك العيشة الطيبة العيشة الكريمة يوفر لك مطالبك ويوفر لك احتياجاتك إحمد الله وحافظي على هذه النعمة بشكل الله سبحانه وتعالى وبأداء حقوق الزوج خدوا بالكم ناس كتيرة من اللي عايشين في النعمة مش حاسين بيها ونعم الزوجية إحدى النعم خدوا بالكم اسمعوا الناس اللي هي بتقول لك أربعين سنة صبر على البلاء أربعين سنة صبر على البلاء زوج ما بينفقش طيب السؤال هي لو كملت حياتها صابرة محتسبة لها الجنة يبقى خدت البلاء كامل وخدت الأجر كامل والسواق هنا ومش قادرة تستحمل وتقول خلاص تقبت ومعنديش مقدرة أقدر أستحمل الكلام ده مش في الإنفاق بس لا افرض الزوج قليل الأدم بيمدي إيده أو الزوجة أنا بتكلم للطرفين معايا كده قادر تستحمل وتصبر عليها احتساباً لله سبحانه وتعالى وخد بالك إن انت لو بلاءك أو تلاقيك في الزوج أو في الزوجة اوعى تستعجل صرفه لإن ممكن ربنا يصرف البلاء ده ويجيب لك بلاء تاني خد بالك وابويا دايما يقول لي روح ربنا يجعل بلاءك في حاجة غير عيالك ما يجعلش بلاءك في عيالك خد بالك لإن دي أصعب بلاء فممكن البلاء يجي في زوجتك ممكن البلاء يجي في صحتك ممكن البلاء يجي في مالك تقدر تصبر أو تقدر تصبر لا شيء عليك ولاك الجنة ولاك الثواب الكامل أجر الصابرين قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش قادرة أو مش قادر وخدت قرار أو خدت قرار لانفصال لا شيء عليك مطلقة مشلش زم لا مشلش زم خمس لأن الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عند حالة ضرورة خلاص خايف مش أقدر أقيم حضور لله سبحانه وتعالى أو مش هتقدر تقيم حضور ربنا سبحانه وتعالى بقول لكل زوج اتق الله أعظم أعظم جنيه تنفقه مش على سقيا الماء ولا على إزرع نخلة ولا على أحفر بير ولا على خط تربة ولا على أي مكان من أماكن الصدقات إنما أعظم جنيه بتنفقه على ولادك ومراتك وعيالك النبي اللي قال مش أنا صلى الله عليه وسلم أعظم جنيه بتنفقه على نفسك وعيالك ومراتك الصحابي لما جاء قال للنبي عايزة تبرع بمالي كله قال له لا قال له النص قال له لا قال له التلت قال له التلت كتير ليه قال له إنك انتظر ورستك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يسألون الناس لما الإسلام يفرح بيك لما يبقى ببيتك 30 كيلو لحمة بيبقى مفروم وكيب ده وزجو الإسلام يفرح بيك أوي لما ولدك يبقوا إيه مبسوطين ومستغنيين خد بالك الإسلام عايز لنا السعادة مش عايز لنا القيشة الضنك خدوا بالكم من الكامده كويس أوي علشان كده وانت بتفكر بالصدقة فكر في البيت لإني أقسم بالله العلي العظيم أنا أعلم ناس أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم ثلاثة نوع أنا أعلم ناس تأتيني أخبارهم يقول لك الست أخوها مش لائة أو ابنها مش لائة أو بنتها مش لائة وراح تتبرع مش عارف فين بخمس تلاف وفين بعشر تلاف وفين بخمستاشر ألف سبحان الله العظيم ولادك أولى أعطيهم واجعل النية آه ما بقول لكيش بخلي برا لا بس خد بالك هنا أولى أغني هنا ثم منظوري إلى الخارج لو كل واحد فينا بص فعلته مش هتلاقي في الدنيا فقير لكن إحنا مشكلتنا إيه كل واحد بيبص البرا خد بالك كل واحد بيبص سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكرم مين إيه اللي من ريحة الريحة آه اللهم إيه آه كانت تأتينا أياما خديجة اللهم مين هالة آه هند بن أبي هالة مش كده ولا إيه آه مين ده ابن السيدة خديجة كانوا يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم لما بوعس وجات السيدة حليمة السعدية تزوروا في بيت السيدة خديجة ولأ حالتها آه رسة أمر السيدة خديجة أن تكرمها فأكرمتها حتى اغتنت هو ده بقى هو ده المعروف الباقي هي دي الصدقة الجارية إيه مش بتاعة فشخرة ومش بتاعة جمعيات ومش بتاعة لوح ولا يفض صلته على حبيب صلى الله عليه وسلم عايزة تاخدر قرار بالانفصل ما عليك الشيء إسلام ادعى ربنا لأبوك كتير واستغفر لأبوك كتير وتصدق بنية أن ربنا يهديه وكلمه بالراحة وباللين حتى يقذف الله لهدايته في قلبي آه كنت عايز إسا أكمل لكن خلوني أقولكم إن إن شاء الله ينقدر الله اللقاء والبقاء الجمعة الجاية إحنا نوقف السلسلة الطيبة دي العطرة حتى نتحدث عن ميلاد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحلقة خاصة جدا انتظرونا إن شاء الله في الجمعة القادمة وبعد كده الجمعة اللي بعدها ينقدر الله اللقاء والبقاء نتكلم على حكمين من أحكام الطلاق والزواج حكم اسمه الإلاء وحكم اسمه الظهار إيه الإلاء يقول لها والله العظيم ما نجي جنبك أو على الطلاق ما نجي جنبك حكم الإسلام في ده إيه حطوله شكم طيب والزهار تحرم علي زي أم وختي أو تحرم علي أبد الآبدين أو أنت علي زي ظهر أم وختي أو أنت علي زي أم وختي الإسلام حطله حكم وأحكام آه حط هنا حكم وحط هنا حكم واتلاقوا أحكام غليظة جدا لأن الإسلام بيحمل بيوت ويحمل أعراض لكن كل هذا في الجمعة بعد المقبلة أما الجمعة المقبلة فلا صوت يعلو فوق صوت سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا حديث إلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمة بقول الجمعة جاي مشناخد تلفونات عشان محدش اتصل في وقت البرنامج مشناخد تلفونات أنا أتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حلقة خاصة نهديها لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ما أختم كلامي ياريتنا نفهم إسلامنا صح وياريت نفهم دير ربنا وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم وأنا باختم معاكم ربنا بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة مش معنى الأمة الوسط إن أنا أجيب القباة دي في النص وتبقى هنا يمين وهنا لا الكلام ده غلط الوسطية في الإسلام تعني أن يدور الإنسان حيث دار الحق يعني تشوف الحق فين وتروح توقف معاه هو دي الوسطية الوسطية أن تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى وفق ما أبلغنا به رسول الله لهواك ولا مزاجك ولا تطرفك خدوا بالكم من الكلام ده كويس أوي أنا بقول لكم الكلام ده ليه لأن إحنا في كل يوم بنجد بلاء يخرجوا علينا وبنجد الناس المساكين بتصدق والله إن بارح واحد بتصل بيه اتصل عجيب أوش وبقيت لي رسالة أططعي القلب فاتصلت بيه فبيقول لي أنا كنت عامل موضوع المحلق ده من 30 سنة وبعدين أنجبت دلوقتي أربعة إيه حكمهم سكت معرفتش أنطأ أطلقها دلوقتي ولا ما طلقهاش طب يا عم الشيخ أنا زنبي إيه؟ ما أنا رحت الواحد وتاني وتالت وراغة وبقول مش أي شيخ مسجد تاخد منه فتوى الفتاوى المعضلة نرجع فيها لداري الإفتاءة المصرية أعلى هيئة علمية هي دي اللي نرجع لها عشان كده بقول في أيمان الطلاق وفي المصير السوداء ارجع لداري الإفتاءة المصرية لأن فيها التعددية وفيها المذهبية وفيها الرأي والرأي الآخر وفيها الرأي الأصلح لأن إحنا لا بنحكم بالأيسر ولا بالأوسط ولا بالأشاد إنما نحكم بالأصلح ما يصلحك أنت لا يصلح لي أنا وما يصلح لهذا لا يصلح لذاك عشان كده بنقول ارجع لداري الإفتاءة المصرية خدوا بالكم قال لي أفتني بها المأزون المأزون يا حبيبي ماهوش جهة إفتاء ده مجرد موظف شهر عقاري بيقول إن انت مضيت قدامه مع احترامي وتقديري لكافة المأزين أيوة نعم خريج أصول الدين وخريج الشريع والقانون وخريج الحقوق ماشي لكن في النهاية المسمى القانوني انت مضيت قدامه بس منهم من يفقه ومنهم من لا يفقه شيئا نسي لإنه خلاص أصبح نفسه عارف نفسه بيسجل حفظ القانون بس لكن نسي الشرع فإياك ثم إياك ثم إياك إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أهيبوا بالإعلام أن يتقل لها فيما يعرضه على بيوتنا وعلى مسامعنا وعلى شبابنا وعلى أعراضنا مش دين النماذج اللي تتصدر إنما صدروا لنا النماذج المضيئة التي تضيء الحياة وتبني الأخلاق وترفع القيم مش النماذج اللي تهدم الأخلاق وبتهدم الدين وبتهدم المجتمعات أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته الغلا وبحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر مولدي اللهم عطف علينا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا بحبنا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم غاليق الأمور اللهم بصلاتنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فرش كل هم وأزح كل غم واستر كل عرق وحق كل أمل واشف كل مريض وارحم كل ميت اللهم إنا عبيدك بن وعبيدك وقفنا ببابك فلا تطردنا اللهم لا تردنا خائبين ولا من باب جودك محرومين ولا من باب عفوك مكسورين ولا من باب رجائك مطرودين يا الله ما لنا سواك نرجوك وما لنا سواك نرتجي وما لنا سواك نقف ببابك جئنا لسنا بعمل لا عمل ينجينا بين يديك ولكن حسبنا أننا نؤمن بك وحدك ونحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فبحبنا لحبيبك أحبنا وبحبنا لحبيبك ارض عنا وبحبنا لحبيبك انظر إلينا نظرة رضا اللهم إن لنا أبناء عجزنا عن إصلاحهم وتربيتهم فأصلحهم اللهم بصلاحك وتولهم برعايتك وأعنا عليهم ولا تعني الدنيا علينا يا أكرم الأكرمين أخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد الدنيا أجمعين وانزع العداوة والبغضاء من صدورنا يا أكرم الأكرمين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى الملتقى في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وربك دوما يقول إني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا حبيبي يَرَحْمَا وَسَلَامُ مَدَدْ يَا حَبِيِّيَا مَاحِ الظَّلَامُ مدد يا حبيبي يا رحمه السلام مدد يا حبيبي يا ماحي الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب